ومن الفعاليات والأنشطة اللي كنا عم نتابع رح نروح لنشاط من نوع آخر يعني الموسيقى بسوريا دايما نرمين لم تكن يعني سوريا إلا منجم للموسيقى عبر الزمن من هنا انطلقت النقطة الموسيقية للعالم ورغم كل ما مر على سوريا بقيت موسيقانا أعلى من أي صوت صحيحة ميسانا كورول الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى بقيادة المايسترو الفنان ميساك بات بودريان إصدال الستار على أسبوع ديموشق لموسيقى الأورغن الذي أقيم بالتعاون بين المعهد العالي ومهرجان الأرض المقدسة الدولي للأورغن في كنيسة القديس بولوس لنحكي أكثر عن هذا النشاط بسعادة نرحب بالمايسترو الفنان ميساك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحكم صباح الخير ميسا صباح خير ديمين شكرا للإصدافة أهلا وسهلا مايسترو يعني دايما هذه السنة الثانية فينا نقول أو الثالثة يمكن اللي عم يصير فيها مهرجان الأورغن خلينا نحتعرف شوي عن هاي الآلة الموسيقية اللي بنعرف إنه هي موجودة على مسرح عنا بسوريا وهي مو بكل أنحاء العالم بتكون موجودة على المسارح آلة الأورغن هي من أقدم الآلات الموسيقية ويمكن واحدة من الآلات المعقدة بطريقة إصدار الصوت تبعا آلة الأورغن هي عبارة عن مجموعة من الأنابيب متعددة القياسات زيبنا نقول من الأنابيب صغيرة الأنابيب كثير طويلة وتخينها دولة اللي بيبينوا أكتر شي في مضخة هوا نتيجة العزف في ميكانيزم معين بدخل هوا ضمن الأنابيب هاي فبيطلع الصوت من الأنابيب فهو تقنية كثير معقدة ونشأت كانت متطورة جدا بالعصار بالقرن الرابع عشر الخامس عشر كانت كثير تقنية متطورة هاي ومع تطور الصناعة تطورت حتى صار فيه هلا الأورغن الإلكتروني والأورغن الكهربائي والإلكتروني نحن بعنا شي مميز بدماشق أنه بالألف وتسعمية وستة وتلاتين نبنى آلة أورغن بدماشق بكنيسة اللاتين بالصالحية ولازالت موجودة ولازالت يعني استخدمناها سنة نحن إضافة أنه عن كنز كبير مثل ما تفضلتي حضرتك أنه بدار الأوبرا مبنى آلة أورغن من شركة ألمانية مبنى جوات الدار لأنه هي حجمة كتير كبير دائما موجودة على هذه هي موجودة بالدار وفيه تقنية أهم أنه هي ممكن أن نقربها ونبعدها لورا يعني هذا الوزن الكتير كبير ما بعرف كم طون وزنه ممكن أنه نرفع على وصادات هوائية مبدأ وصادة الهوائية ويندفعش من التقنيين ويقرب لقدام ونستخدمه بعدين نرجع ونرجعه لورا للمستودع تبعهم فكونوا عنها الكنوز هاي طريقة الفكرة مع مهرجان الأرض المقدسة لآلة الأورغن أنه ليش ما نعمل نحن كمان مهرجان وندخل ضمن العالمية لمهرجانات الأورغن لأنه كتير ناس يعني بسوريا ما كانوا بيعرفون أنه في عنا آلة الأورغن بالعالم متفاشئين أكثر أنه في عنا آلات أورغن فبال2016 بلشت الفكرة وقدمنا نسخة صفر للمهرجان كانت النسخة التجربية ومن بعدها كل سنة عم تتكرر وكل سنة عم نستضيف عازف ضيف من برة أول سنة كان العازف السوري أغيض منصور هو العازف المنفرد بالمهرجان بعدين صدفنا عازف إيطالي أو جين وفاجاني بعدين عازف روسي عازف كرواتي وهسنا كان عازف هنغاري فالمهرجان عم بيكون عبارة عن حفل منفرد للأورغن يلي عادتنا عم تكون بالكنيسة حفل مع الأوركسترا هسنا نضف نضاف شيء أنه يكون في اسمه موسيقى حجرة يعني تشكيلات صغيرة تكون مع آلات الأورغن والخطام كان مع كرها للحجرة يلي كمان ما كان مميز هلا بنحكي عنه عن تفاصيل هذا المكان بس أنا الفكرة الأساسية موضوع الآلة الأورغن وجودها بسوريا بشي كتير مهم واتشفنا أنه فعلة أورغن مهمة بحلب كمان تم ترميمة موجودة لهلا موجودة بكنيسة اللاتين وبالبلادية فعلة أورغن بس كهربائية موجودة وسمعت أنه في آلة تانية بمدينة حلب فنحنا هلأ في يعني هيك رغبة أنه ننتشر باتجاه المدن الأخرى وحتى نقدر نصود لتتضوع عليهم بشكل عالمي نجع نحييون لهدولة الكنوز أنه هالآليات موجودة عنا ونرجع نرغب الشباب يدرسوا الآلة هاي الموسيقيا لحتى يتدربوا وحتى يصير في عنا عاصفين فعليا مع مرجان أرض المقدسة والمعهد العليا الموسيقى في عنا أستاذ وطالب كان عم يشاركوا بورشة عمل بلبنان السنة الماضية عم يروحوا بالشهر مرة لحتى ياخدوا دروس ويصير في تطور لموضوع تدريس الآلة وعزف الآلة هاي مايسترو يعني حكينا يمكن عن ثلاثة الآلة من المهرجان عم نحكي عن آلة الأورغن يمكن هي شوية جديدة بسوريا كيف كان نحكي البرنامج الفني شو المقطوعات اللي يمكن حرسته لتكون موجودة لحتى يصير فيها تفاعل من قبل الجمهور هلا بالليل الأولى بالافتتاح المهرجان قدمنا مقطوعات لآلة الأورغن مفرد لحتى الجمهور يشوف الشغلة الثانية المرحب المتيشة ولكن ملفتة للنظر كانت انه جمهور بيعود بالكنيسة قادة الأورغن موجودة فوق موجودة مثل البلكون فوق يعني هاي الأهل فالعازف بيعود فوق بيعزف فلاقينا طريقة انه نعمل شاشة تحت بيكون في كاميرات لحتى تصور العازف لحتى الجمهور يشوف شنو عم بيصير العازف انه عازف الأورغن ما بيعزف بس بيديه بيعزف بيديه ورجليه يعني في عنا نوطات موسيقية موجودين مثل الخشبات وبرجليه وبيعزف النوطات هدول من سلوات بيديه ففعلا بأربع أطراف عم بيعزف الأهلة هاي فقدمنا مطوعات لآلة الأورغن منفردة بعدين قدمنا عمل للأوركسترا فقط أوركسترا وكان الختام بعمل مشترك كونشيرتو لآلة الأورغن والأوركسترا فكان في الأسازة بالفرق السينفونية الوطنية إضافة لطلاب بالمعهد العليا الموسيقى من أوركسترا المعهد العالي اشتركوا مع بعض لحتى نقدم هاي الأمسية لأنه كمان للطلاب فرصة منيحة لحتى يعملوا التجربة هاي بيتعرفها نوع الموسيقى فبالتالي هاي كانت الأمسية الأولى الأمسية الثانية قداما بالكنيسة قدمناها أسازة المعهد العليا الموسيقى قدموا موسيقى حجرة يعني تشكيلة كمان مع أورغن فيولا مع أورغن كمان وفيولا مع أورغن فتشكيلات صغيرة مع الأورغن لحتى نقدر نعرف الجمهور كمان بها الأعمال الجديدة الموسيقية اللي كتير أنا أشوفها جميلة وهي كانت ردة فعل الناس يعني كانت كثير متفاجئين أول شي خاصة اللي أول مرة بيجي بيحضر الحفلة هاي بوجود القاتل الأورغن مع الأوركسترا بالأعمال الموسيقية وبيقول لك عشنا أجواء ساحرة أجواء مختلفة لأنه الصوت كمان ضمن الكنيسة مع الصدى اللي بيصير تداخل أصوات مع بعض البعض تعطيلون مختلف للموسيقى فهدول الحفلتين كانوا بالكنيسة الحفلة الثالثة تباكرها الحجرة الختام المهرجان عملنا بمقام القديس بولوس اللي هو بمنطقة الضبالة أنا أول مرة باكتشف هذا المكان مكان مثل مغارة في طريق روماني وتحت فيه مثل مغارة غنينا بهذه المغارة نحن وجمهور قاعدة المدرج هو تحت الأرض كمان فبالتالي كان جو كتير مختلف جو مؤثر كمان والكورال طبعا هناك ما في قالت أورغن أخذنا الأورغن الكهربائي لحتى يعزف معنا فكمان قدمنا شيء تالث مختلف للجمهور فكانت من نسبة لي المكان اللي الناس ما بتعرفوه أول مرة بتحضر فيه نوع الموسيقى مختلفة والتفاعل كان كتير حلو لأنه كنا بمكان كتير مغلق حميمي ورمزي يعني فيه تاريخ أو نحكي عن ألفين سنة من التاريخ نحن فرمزيته تاريخية كمان هذا المكان طيب ماسترو أتعم تشارك كورال الحجرة قدش فعلا مهم أنه هنا يشاركوا بهيك فعاليات بهيك مهرجانات إلى طابع خاص فينا نقول يعني أنه ما بيشبه الفعاليات دايما المقامة بدار الأوبرا أو الفعاليات الموجودة بأي مسرح إن كان هلأ كورال الحجرة كمان هذا نحكي للمشاهدين كورال الحجرة هنا مجموعة مغنين بيغنوا بأربع طبقات صوتية يعني فيه عندنا الأصوات النسائية العالية أصوات النسائية المنخفضة يعني الأصوات الشبابية العالية وأصوات الشبابية المنخفضة فبالتالي هالأربع أصوات ويجتمعوا مع بعضهم البعض بيعطوا كمان غينة وبيعطوا بعد موسيقي وبيعطوا اللون موسيقي مختلف تماما حتى بالسمان بالقرن الرابع عشر يزا عم نحكي في كافي شي اسمه أورغانومة يلي هنين أصوات البشرية عم تقلد آلتة أورغان فكوران لحاله بيغنوا الشباب مع بعضهم أو البنات مع بعضهم فبيعطي هاد الانطباع عنه في فعالة موسيقية فبالتالي هاد الشي كمان كان كتير حلو إنه هنلاقي الناس تسمع الأغاني يعني بتشوف إنه في 16 شخص أربعة 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 كل واحد عم بيغني شي ولكن مع بعضهم هادول هاد الانسجام عم بيقدم عمل متكامل في تناهم فزيابي يكون بينهم وبنضاف آلتة الأورغان فهم فبيعمل عن جد لوحة موسيقية جميلة مثل الفوسي فوساء والموسيق فاته دادرنا نتخيل قدم فهي هاد الجو الخاصة للكورال ده من بيقدمه فبالتالي وجود الأصوات البشرية عم بيغنوا مع بعض وبالختام ضفنا شي تاني نحن مع الكورال في مقاطعة اسمنا زارة المدائن يلي بتحكي عن القدس عن المدينة القدس وفيها الموسيقى السريانية الموسيقى البيزنطية الموسيقى المارونية الموسيقى الأرمنية الموسيقى الإسلامية ناخد من الترانيم يلي ستفيروز غنتون فهدولة كلهم معمولين بمقطوعة وحدة عم تعطي فكرة عن حالة الانسجام اللي تعيشها القدس أو نحن كمان كادي مشق منعيشها يعني من الفين سنة فهذا التداخل والتناغم بين الأصوات بين صوت المؤذن وبين صوت الكنيسة وفمع بعضهم البعض كلهم فكمان بهذا المكان عطى بعد آخر للمكان و بعد آخر للموسيقى اللي نقدمها نحن فكان في تفاعل كتير حلو من الجمهور أنه يسمع هذا التناغم بالأصوات البشرية كل واحد عم بيغني شي وكل واحد عم بيعمل شي بس كله منسي جميل مع بعضهم البعض يعني يميسان احنا تحرقصنا لأنه يمكن ما قدرنا للأسف نحضر يمكن هو عارس يكون كل عام المهرجان أكيد ودائما مثل ما ذكرت ان شوي حضرتك عم يكون في مشاركات عالمية وأجنبية عم بتكون قديش هاي الوجود العالمي يمكن للموسيقيين عم يغني يمكن المهرجان وقدش مهم وجودا يرجعوا على سوريا مثل قبل هلأ وجود موسيقيين أجانب معنا ده ما نشوفه من منحين المنحة الأولى الموسيقي أنه بيعطينا خبرة جديدة بالنسبة لنا الاحتكاك بيصير في تبادل بوجهات نظر برؤية للموسيقى المنحة الثانية ومنحة لكسر الحصار المفروض على سوريا يعني نحن 2016 2017 وبيجي موسيقي إيطالي لديماشق وبيجي موسيقي روسي وموسيقي كرواتيا السنائجة عزف هنغاري عم بيعزب في فيننا مع أهم أوركسرا مع فينا في الهارمونيك فهذا كثير مهم بالنسبة لنا لحتى نوصل صوتنا يعني هو بيطلع بيحكي أنه كنت بدماشق بيقدم الصور أو الفيديوهات اللي عم تطلع بيشوف أنه شوف عنا في دماشق بتاع بيشوف شو شاف كمان يعني أنه بيحكي شو شاف يعني شاف موسيقيين متميزين بسوريا شاف ناس عم تحضر مهتمة بالموسيقى يعني كل هاي التفاصيل يمكن تكون غايبة عن الناس ما موجودة بره فبالتالي عم نستضيف أي ضيف نحن وعم بيطلع هي يحكي فهي بتساعدنا كمان هذا الإعلام الموازي أنا بقول الإعلام اللي بيساعدنا لنوصل صوتنا لبره كمان فكاننا محظوظين هالسنة أنه في عازف كتير مهم إيجا وهذا أكيد رح يعمل صوت كتير كبير بره ومهم نحن نوصل صوتنا أكيد نحن عنا موسيقيين مفتخر فيهم وأكيد عنا مواهب شابة مهم كتير كمان نحن نعزف عندهم ويكون صير هذا التبادل الثقافي بين إذا بنقول العالمين نحكي كمان يمكن قبل نهاية السنة مواعفة يمكن في بعض حفلات وهلأ في الكريسمس في أعياد الميلاد ونشاطاتكم رح تكون بالـ 2020 هلأ أول موعد كتير قريب هو احتفالية يوم الثقافة يعني عم تقوم في وزارة الثقافة فبـ 27 شهر يوم الأربع رح يكون عنا خفل موسيقي مع الأوركستر السينفونية الوطنية السورية رح نقدم في مواهب سورية رح يكون معنا عازف البيانو شاب زمي الشاب يعني طفل شاب اليافع قيس الصفدي متميز أكيد رح يكون معنا مغني التنور السوري عون معروف رح يقدم آريات أوبرا ورح نصديف ضيف من مصر رح يقدم عنا عازف هورن من مصر رح يقدم مقطوع علاقات الهورن هي احتفالية كتير كبيرة في كزر حفلي فرنا رح نكون صفر السينفونية بـ 27 شهر فهلو سهلة فيكن يتحبوا مع بعض ندعي كل العالم ندعي كل المشاهدين كمان يكونوا معنا وبشارة 12 رح يكون في عنا فعاليات وعم نشتغل هلأ نستضيف كمان موسيقيين سوريين موجودين بالخارج إن شاء الله كل الأمور تمشي تمام فهو كدير مهم شي خاص بالكريسماس خاص بالكريسماس بالذات ما رح نمشي السنة ولكن ضمن الحفلة رح نمشي له علاقة بالكريسماس فإن شاء الله كل الأمور تمشي ورح نقدر نقدم هذه الحفلة الجميلة بـ 28 شهر إن شاء الله يا رب أكيد بنعلكم كل التوفيق مايسترو وقت منحكي اليوم عن السنفونية السورية وقت عم تقدم هاي التفاصيل اللي كان لكتير مهمة لكتير قريبة من الناس عم تكون مانة بعيدة عنهم يعني نحن وقت بيسمعوا عالم أن فرقة وطنية سنفونية ممكن يختار على بالون أنهم ممكن تقدموا موسيقى كتير احترافية ما كتير تكون قريبة من الناس إلى أي درجة عم تقدروا أنكم أنتم تلامسوا بالناس من خلال الموسيقى اللي بتقدموها وأيضا تقدموا شيء الاحترافي بما يتقارب مع ذائقة الناس والمشاهدين والحضور حتما هو مهمة صعبة وأنا مهمة سهلة أنه نقدم شيء الناس تحبه والناس شيء تفهمه إضافة لمهمتنا نحن أنه نعرف الناس على شيء جديد على شيء مختلف فعم نحاول بكل برنامج يكون في شيء الناس ممكن تحبه والناس بتحبه بتعرفه وتحبه وفي شيء جديد الناس تعرف عليه فبالتالي في معادلة لازم تكون موجودة دائما بحفلاتنا لحتى نقدر للناس اللي جايين يحضروا عرفانين شو عم نعزف يعني في كتير ناس اللي على صفحتنا بالفيسبوك مثلا بيكتبوا لي شو البرنامج شو المقطوعات يرح تقدموها مو بس إنه في حفلة الفرقة السينفونية في ناس بيجوز ترعس بمقطوع بتقول ليش ما بتعسوا هاي المقطوع في مهتمين في مهتمين لا لا في تفاعل بهذا الموضوع بعض الحفلة بيشوفون بيقولوا هاي المقطوع حبيناها هاي المقطوع ما حبيناها أو هاي فمناها هاي ما فمناها فبالتالي دائما نفعل مع الجمهور لأنه بالأخير نحنا إنتاجنا إلى الجمهور صحيح اللي عم بيكون موجود لحتى وهدفنا هو جمهور فإذا ما خلقنا حالة التفاعل وحالة التبادل مع بعض بالمسراح فما نكون فشلنا نحنا بس انتو بتقدمونهم شي بيعرفون كمان بتعرفون دائما على أشياء جديدة تغني ثقافتهم الموسيقية هذا واجبنا لأنه أكيد الناس ما فيها تعرف كل شي ونحن ما فينا نقدم كل شي حتى يعني فشوي شوي بيتعرف عن مؤطوعة جديدة بجوز أول مرة ما يحبوها ثاني مرة يحبوها أكثر أو بمؤلف معين يحبوا مؤطوعة ومؤطوعة ثانية ما يحبوها فبالتالي دائما في هاي التفاعل مع الجمهور لحتى نعرف كيف وين من نروح وكيف نختار البرامج وشو نقدم مثلا بـ 27 أفن آسف بـ 27 شهر عاملين شغلة حلوة كانت مفاجأة بس حتى الناس تعرف ربط الفيلم أو الأفلام كرتون مع الموسيقى لأنه كتير ناس تعرف الموسيقى من أفلام كرتون ميكي ماوس أو توانجيري وهدولي بس ما بيربطوها أن هي موسيقى كلاسيكية فنحن مؤطوعة هاي أحيانا نقدمها مع الأفلام كرتون أو مع الفيلم لحتى الناس تربط المشهد مع الموسيقى اللي سمعتها فوهدا من المؤطوعة رح تكون يمكن لحلة التجديدة عم تكون على الحفلات مانوش جديد أبدا عم نربط المكان عم نربط خلي الجمهور يشارك معنا بننشكرك كتير مايسترو على وجودك معنا لليوم ومؤكد كل التوفيق بالحفلات القادمة وأكيد سنكون معكم مواكبين كون شكرا كتير لكم شكرا لمتابعتكم شكرا كل المشاهدين شكرا كتير لألك مايسترو ميساك باك بودريان لوجودك معنا لليوم شكرا